ها هو ايش هو تحليل وليس التوصيل علم علم ما عمري انا وصيت على سام انا احلم وحطك في الصورة ووريك خريطة الطريق ووريك كيف تستعنس وكيف يقوى قلبك في اللعبة مع السهم وكيف تتوقع الاشياء الحلوة عشان تساعدك في اتخاذ القرار والميدان يحميدان وكل واحد حر في قرار ونحن نحن قاعدين نتكلم عن عن تحليل وليست عن توصيل ما حد اجبر يدخل أسترة ولا حد اجبرنا يدخل البابطيل ولا حد اجبرنا نحن كلنا ندخل عيني معاكم ونشتغل بناء على تحليل وكل واحد حر يعني مو يجي بعدين السهم مثلا اكسر الدعم اكسر الدعم طيب اتصرف ليش ما تتصرف تقول والله ابو محمود اتكلم عليه ومدحه طيب مدحه بناء على ايه ولما يكسر منطقة المنطقة المهمة طيب على ايه اساس لبا تقعد انت ما هو نفس الكلام ابو محمود اللي شايفوه اكيد حيصرف المهم خلونا الان نخش في التحليل جاهزين خمسة وسبعين هذا السهم من قمة الفين واربعة عشر خمسة وسبعين ريال الين قاع الفين وستة عشر اربعة وعشرين عشر هذا الفيب الرئيسي هذه هي الاربعة وستين عشرة اللي نحن بنتكلم عليها كنا يوم الخميس اللي هي منطقة التمانية وسبعين اللي هو قفل فوقها طيب حطينا الفيب الرئيسي من الفين واربعة عشر نيجي نحط الفيب الرئيسي من الفين وستة عشان تعرفوا يسوى السهم قبل كده لما اخترق اربعة وستين عشرة فين راح من الفين وستة الهاي ميتين ستة وخمسين فاصلة تلاتة وتسعين ميتين ستة وخمسين فاصلة تلاتة وتسعين ألقاء فين في الفين وثمانية حق التصحيح أربعة عشر فاصلة خمسة وتسعين أربعة عشر فاصلة خمسة وتسعين شوفوا كم أعطى فيبكو الثلاثة وعشرين فيبو من الموجة حق تلفين وستة اتنين وسبعين ريال شوفتوا هذه النقطة وصل فيبكو واحد وسبعين تسعين في المرة الأولى قبل تلاتة أربعة شهور لما اخترق أربعة وستين عشرة طيب تلاحظوا أيضا أنا راسم زي موضوع المهشر حق السوق السعودي مع أنه ما يعتبر تريند بمعنى تريند لكن يعتبر بالنسبة لي أنا يعني حسب أنا تفكيلي وحسب مدرستي أنا قلت لكم لن تجدوا محل ليسوي حركات زي كده لو تلاحظوا القمة هذه الفرعية في عامة الفين وستة هذه كانت قمتها هنا تسع وسبعين قريب تمانين ريال يحط عليها دوار طاح منها في عام الفين وثمانية وكانت قمة قمة فرعية يوم نزل فيها الالفين وثمانية من بعدها فين سجل قمة تاريخية سجلها عند خمسة وسبعين أقل بخمسة ريال ولاحظوا لما جاء قرب من ثلاثة وسبعين اثنين وسبعين برضها كانت كأنها زي التريند شايف شايفين الخط هالا جا حين اي معناها هالرجال حلوة اللي نحن بندور عليها مستقبلا حتكون بناء على ايش اختراك اثنين وسبعين تمام طيب لو جينا لو جينا الآن أخذنا من عام الفين وثمانية تريند مررنا بقاع كورول خلينا اعتبر انه في عام الفين وثمانية قاع وهنا ايام كورونا او مو ايام كورونا ايام ايام كورونا قاع وجينا سحبنا خط موازي كده شايفين فين سار سكف القناة اللي من 11 ل 12 سنة سارهم طيب هذا السكف يعادل ايش هيا شوفوا شوفوا كيف تتوافق الامور الفنية يعادل 38 فيبو بعد اختراق 72 23 فين تيجي 38 فيبو من موجة 2006 تيجي قريب 106 ريال طيب ايش تعادل ايضا قريب 106 ريال تعادل 161 فيبو من اختراق قمة 75 في 2014 طيب هذه حقة الموجة الكبيرة طيب لما نيجي الان نقسم مرحلتنا الصاعدة نبدأ من قاع 2016 مرورا بقاع كورونا نرسم ترين اذا اخذنا الخط الموازل من سكف القناة حقة الحركة الفرعية دي خلاص بنين القناة دي الان نبقى نشوف عملية الادوار هايشوف دحين لو جينا اخذنا سهم وحدة قياس من هنا الهين اتخيل لما اخترك فيبكو 43 44 واربعين ونبقى قلنا عنها الدور الاول نبقى نروح الدور التاني ايش نسوي قسنا المسافة دي لو اخذنا السهم وطلعنا هنا محل الاختراك شايفين وصل ولا ما وصل الدور التاني فيبكو وصل بالراحة وضرب ما قفل لذلك دخل في عملية جني ارباح وهد طيب لما يجي المرة الجاية فيقتحم سقف القناة مع منطقة ال72 على طول ستأخذ السهم وتضع محل الاختراك كده فين سيعطيك الدور التالت سيعطيك هو قريب ال106 يعني لو جيت خط خط موازي هذا الدور التالت هذا المنتظر لذلك نحن مدام البيانات كلها متقاربة لذلك سنمسح التريند هذا خلاص فيهمنا فيهمنا فين ممكن يروح فيبكو لو دخل في مرحلة الدور التالت الآن نحن يا شباب حللنا السهم على الشهر وعرفنا كيف الشمن كحول اللي هيصير الكبير الآن نبغى نعرف الآن الآن هل هو يستاهل نفكر ندخل في مضاربة على أدل لو فكرنا في منطقة 72 وبعد نشبك لما نوصل 72 نكون كسبانين 6 ريال القرار في يدنا يا إنه نخفف أو نقلع ونقول نشوف اشي بغيس أو نبيع النص ونستنى الآن فيبكو لو نلاحظ على الفاصلة اليومي عنده تريند من آخر قمة نزل منها قريبة 72 من 71 90 إيش سوى فيبكو في يوم الخميس ليش أنا تعمت تتكلم عليه وقلت أنا جالس أستنى يخترق 64 10 ومن باب التأكيد 64 70 من باب التأكيد عشان نخترق متوسط الخمسين شوفوا كيف الشمعة طلق برأس 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 مخترقة التريند شايفين مظبوط ولا لا هذه السلوكيات مرت فيها عدة أسر وسبحان الله وأغلبها شركات كان وزنها خفيف والغريب إنه هذا الغزال ما دخلها حتى الآن واحتمال يدخلها إذا اقتحم كم إذا اقتحم كم 72 ريال طيب إش اللي يخليك يا بو محمود تتعشن بأمور زي كده في شي اسمه تريند قناة صاعدة هنخرج فيبكو من قناة الصاعدة اللي بناها من قاع كورون ما زال داخل مسار صاعد رئيسي متى يخرج فيبكو من هذه القناة لو تذكروا قبل فترة أنا تكلمت الكلام ده وشرطت إنه ما يكسر 64 عشر مو عشان يخرج عن النظرة حقتنا حاجز الثلاثة رقام لا لكنه حيبطبط وحياخرنا فكسر 64 عشر وقلت لهم سيبقى فيبكو جيد ما لم يكسر 58 استراتيجيا يعني ممكن يرجع نزل فيبكو ما نزل فيبكو كتير يعني أظن أظن قف قاب كان عنده في المنطقة دي لو نرجع للشارط اليوم شوف كان تارك فجوة هنا يا دوب هو رجع قف للفجوة وطلع مع إنه لو كان فيبكو وقتها نازل يعني شوفوا الترندات خليني أحطها اليوم أوضح يعني شوفوا هذا هو الترند الآن من قاع ماش قاع كورونا مرورا بقاع أكتوبر شايفين فين انكسر الترند وفين متوسط الميتين كلها في مناطق قريب 59 58 هنا نقول game over هنا أنسى الفيلم اللي إنت قاعد تفكر فيه دا كله لأنه لو سوى زي كده انتهت مع السلامة هنا الخروج والله لا يمكن أقعد في فيبكو لكن فيبكو ما شاء الله تبارك الله ما داخل القناة الصاعد وهذه القناة لو أنا الآن مبدئيا يعني ما بدي أطمع كثير أبغى ألعب لسكفها كده بدي أقول أنا ما أبغى ألعب إلا للسكف ما أبغى ألعب لعملية شوف السكف مبدئيا فين يوديك يوديك مو نحن قلنا 106 لكن هذا يوديك مبدئيا إلى 88 ريال أنت أنت ممكن توصل 88 بعدين تذكر تسوي بريك بعدين تطلع المصافي لما طلع 180 ما طلع على طول 180 طلع أول شي 90 بعدين ريح بعدين طلع 130 بعدين ريح بعدين طلع 170 بعدين ريح بعدين وصل 180 ريال ففيبكو الآن لو نبغى نمشي بس على مبدأ القناة ثاني يعطيك الهدف يعطيك الهدف اللي هو 127 فيبو من اختراق قمة 2014 لكن يا جماعة هذا السكف متحرك لو طلع ففيبكو في فترة بسيطة ممكن يوصل لهنا طيب لو كان ففيبكو طالع ونازل وطالع ونازل هذا السكف ممكن يوصلك لمية وستة الآن نحن لما كسر ففيبكو 64 وقفنا المتابعة قلنا حطه على الجن لكنه استراتيجيا طيب لكن ممكن ينزل لتسعة وخمسين ممكن ينزل لستين وصل فيبكو تقريبا ستين تسعين وحاول يطلع اختبر اول مرة 64 ما قدر نزل شوفوا الآن صادف اختراق 64 عشر الخروج عن المسار الهابط عشان كده نحن الآن اعتبرناها الآن بداية الدخول فيبكو لكن مو داخلين في فيبكو عشان نروح الآن 106 او نروح 88 لا نحن رايحين الآن 72 نقول لكن نحن قاعدين نقول على مبدأ القمم والقيعان داخل القناة اتخيل المرة الجاية نروح فنخترق 72 وتكون انت في وسط السهم قيدك متمركز من 64 من بداية المشور زي دحين لما دخلنا في أستر او دخلنا في البابطين تعالى عندكم القصتين عشان تفهموا طبيعتها لما كنا قاعدين في البابطين ايش كنا نقول لازم يخترق البابطين الترند والترند عن 33 60 34 طب ليش قاعد طب يمكن ما يخترق لا والله يستاهلوا ما داموا في مسار صاعد ما لم يكسر 30 30 او اجلس في البابطين لانه لو اخترج والله حيبدع بس نحن داخلين في منطقة حلوة ودعمنا قريب يعني وقف الخسارة قريب لو كسر 30 30 نطلع من البابطين استرى والله يا جماعة عنده منطقة مهمة 38 فيبو وعنده 31 20 لكن نبغى ندخل ما داموا فوق 27 نبغى ندخل وقف الخسارة قريب نفس الكلام في فبكو بندخل هنا على أساس انه إذا اخترق 72 سنبدع لكن قدنا دخلنا في منطقة صحيحة دخلنا مع بداية الانعكاس الإيجابي لكن فهمت الآن اش اكصد فلما توصل عند 72 حيكون وضعك وانت مع السهم أقوى من واحد جايب يدخل عند 72 يقولك يمكن يختلق يقوم السهم ما يختلق فييجي ساحبه على تحدي انت على أقل وقت تلعب بأرباحك ممكن تحافظ عليها ترفع درجة المحافظة على الأرباح تقول مثلا اذا وصل لا يكسر 70 او لا يكسر 67 على النظرية وضحة الصورة يا أخوان فهمت الآن ايش بدي اوصل لكم هو فيبكو فهمت خريطة الطريق تعالوا وريكم السهم مشابه لهذا السهم اشتركوا في القناة